اشتركوا في القناة 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 فيها الزيتون الأسود يعني وفيها السميد تكون يعني إن شاء الله صحية نسبة لأخت ميمي اللي طلبت مني الكثرة هذا النوع من أنواع الكثرة هنحاول نقدم لك أنواع أخرى في وصفات قادمة إن شاء الله وكذلك الأخت اللي طلبت مني وصفات صحية لأمتحة عند هالمصران يعني وقتلي في رمضان يعني ما تاكلش كل كينز ولا حيضرها هذ الوصفة تجر بها بلك إن شاء الله يعني ما تضرهاش هذي ميش معجنات ديري لها كثرة بسميت تاخدوا لك إن عندك سميت على القمح وديري زيت زيتون إن شاء الله يعني هذ الكثرة هذي تنفحها في شهر رمضان ونحاول نقدم لك ثاني أطباق تكون صحية هنا راح نلمها بالماء نخسل يديها ونجي بالماء راح نلمها بالماء يعني حتى تتلملي نديروا الماء بشوية حتى تتلم ما عادي ماشي دافي ولا ما عادي ندير شوية بشوية الماء حتى تتلملي هذ الكثرة يعني أنا ما قلت لكم هذ الكثرة سحية نجموه تحضره حتى في شهر رمضان يعني تقدموها مع لي سوب ننموها نجمحها مليحة تتلمت توليه كورة كتلة واحدة نجمحها أنا وردت لكم الفيديو خطوة بخطوة هكا بش تشوفوا قعد تفاصيل بهذا الشكل لازم تتلملكم بهذا الشكل هذا هنا راح نجيب بابي كويسون باش نحل عليه لانه راح نديرها شخبزة كبيرة لانه راح نديرها شخبزة كبيرة وطيبها في الطاجين ممكن أنا نفضل نديرها خبزة صغار نقطة حم بالطابع عكا بش ميت فتوش وثاني يجو شابين منظرت حم يجي شبا أنا نحاول نحلها بالحلال إلا شفتوك يجيتوا تحلوها مبغاش تتحل لكم يعني ولا تتشقق لكم قاع مبغاش تتحل زيدولها شوية علماء معن تاري مخصوصة شوية ما هي الأطراف عادي كي تحلوها تتشقق ولكن إلا شفتوك في الواسط مبغاش تتشكل لكم مبغاش تتحل لكم معن تخصها الماء نحلها ما تكونش عالية بسف وما تكونش رقيقة باش مجيش يبسة يعني كيما نديروا المبسس رح نجيب أي طابع يكون عندك دائري ولما عندك شديري غير بالكاس شوفي كاش كاس يعني يكون شوية كبير الطبعي به حسنا نستعمل كوبات تسهل عليكم كي تجو ترفدوها حسنا نرفضوها غيب البابي يعني ديري يدك تحت البابي وترفديها عادي ما تفتتلكش هنا ديري طاجين ولا مقلة ندرت هاد المقلة ونديرها الطيب نديروا فيها والو لزيت لزبدة لحتى حاجة يعني كيما نطيبو المبسس تع الطاجين هنا ما نديري والو في المقلة برك خليها تحمى يعني تسخن وبعد نحطوا فيها الكسراف ونخليها طيب حاولوا مرة لمره تضغطوا عليها باش تتحمر منقال الجوانب يعني وتقلبوها تدوروها عاكا باش تتحمركم مليح ما تجيش جيها طيبة و جيها يعني جيها خضرة ما تجيها طيبة منقال الجوانب النار متوسطة هنا ما زم ما طابتش هنا كيما راكم تلاحظوا لازم تكون بهذا الشكل يعني تكون ذهبية اللون حتى تولي يعني دوغي مش تقلعوها يعني من المقلة ولا من الطاجين كيما راكم تشوفو جي بزاف شكل تحى ضريف كي تقطعوها هكا بالطابع جي شابة و ضريفة و جي تفتت يعني مبسة مليح بزيت زيتون تمنى ان شاء الله هتجربوها ما من نكهة عزعتر و الزيتون الأسود يعني يعطوها بالنهايلة في الأخير ما تنسوش الاشتراك في القناة و الضغط على الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر